يحرص أمجد وعائلته كل عام على قضاء عطلة العيد في منتجعات أربيل السياحية فما أن يحل العيد حتى يتوافد الآلاف من العائلات من وسط وجنوب العراق إلى مصائف إقليم كردستان وسط جبالها الشاهقة مستمتعين ببردة ينابع مياهها العذبة وأجوائها المعتدلة بعيدا عن صخب شوارع العاصمة العراقية بغداد الجو حار تعرف بغداد درجة الحرارة توصل للخمسين للواحد وخمسين هنا لا الجو حلو درجة الحرارة حلوة عشرينات خمسة وعشرين ثلاثة وعشرين بالليل نخلص فترة العيد ونرجع إلى بغداد إلى وظائفنا إن شاء الله وليس بعيدا عن أمجد وعائلته تكاد أن تكون المنقلة والجمر الوسيلة الوحيدة لشواء لحم الأضحية وكذلك صنع الشاي والقهوة في هذه المنتجعات السياحية تقليد حرصت عليه العائلات الكردية أن تكون حاضرة وبقوة في أيام العيد وغيرها من المناسبات كما يفعل كاكا عمر وزوجته دنيا خان نأتي إلى هنا أنا وزوجتي في العياد والمناسبات خاصة في الصيف نبيت في هذا المكان بصراحة أجواء أربيل جدا حارة بعكس الأجواء هنا جدا جميلة وآمنة تغص جبال وقليم كردستان بالمحتفلين بعيد الأضحى المبارك قاصدين عيون المياه والأنهار واستستعدادات الحكومية وتسهيلات كبيرة تقدمها لهم من أجل إنجاح مراسيم احتفالات العائلات العراقية بهذا العيد فكل عام والجميع بخير لصباح العربية أحمد الحمداني شمالي أربيل